اشتركوا في القناة وصفة حاجة جدا روحة وتنفع كثير لشهر الخير شهر رمضان ان شاء الله ربنا يبلغنا يا رب ونحن بصحة وعافية هذه الوسفة تقدروا تعملوها حلوة وتقدروا تقدموها مالحة وذا معاكم هذا القهاز فانتم ممتلكين قهاز جدا روحة هذا عندي القهاز اسوي فيه كل حاجة لانه فيبو اكتر من قالب فاعمل في المعمول اعمل في الفطاير والمعقنات وخلونا نبدأ طريقة العقينة اول شي عندي كوبين من الدقيق بضيف له ملعقتين كبيرة كريمة شنتية بدل السكر وعندي رشة من الملح يعني ربع ملعقة ملح وربع ملعقة صغيرة بكنش بودر ملعقة صغيرة خميرة فورية وملعقة كبيرة حليب بودر وضيف الماء اللي بضيف فيه بضيف له ملعقة صغيرة من الخل وكمان اضفت ربع ملعقة بكربونات السوديوم تمام وابدأ اعقن اعقنوها عقينة طرية وتتلصق باليد هذه هي عقينة المعقنات والفطاير انا اذا عندكم زبادي اضوفو زبادي ما عندكمش ضوفو خل زي ضوفو الخل للماء وعقنو فيها طبعا اضفت له ملعقتين من الزيت اضيفة بالتدريق يعني اضيف ملعقة واعقين اخر شي اضيفة واضيف ملعقة واعقين لما تتماسك معايا العقينة بس بقد العقينة تتلصق باليد يعني هي نجاح العقينة انه لازم تخلوها طرية تلتصق باليد وكل ما عقنتوها كل ما حصلتو على عقينة قوامة جدا روعة انتبهوا تخلو عقينتكم قاسية او متماسكة فانتم بتلاقو على معقنات قاسية ومتماسكة كل ما خلتو العقينة طرية كل ما عطتكم معقنات طرية تمام الان خلاص عقنتي تمام تقريبا عشر دقاق واني اعقن فيها دهنتي كده بزيت وخليها ترتاح لما يضاعف حقمة يعني حسب القو اذا كان هو بارد او صيف اذا هو بارد بياخد منكم اكتر تخمير واذا صيف بيتخمر بسرعة طبعا اني بحشيها قبل متلتات انتم احشوها اللي انتم حابين ما شاء الله شوفوا كيف تخمرت واني اساسا ما خلتش تتخمر اكتر لاني كمان بخليها بعدين تتخمر خلاص بقسمها بحق ملكورات المناسبة لي طبعا بحكي لكم حاجة لازم تعرفوها ان المقادير كل اكتبه بصندوق الوصف دايما شوفوا المقادير من صندوق الوصف لاني بفيديو البسبوسة قلت لكم ربع كوب من البكنج بودر وهو مفروض اقول لكم ملعقة من ربع ملعقة من البكنج بودر فغلط يعني بس بصندوق الوصف كاتبها صح فما علاش فدايما شوفوا صندوق الوصف الا ما اغلط اني بالفيديو وبالكلام فهمتوا كيف وهنا شوفوا بديت احشيها بالقبنة واكورها لاني بعدين بعد ما كورها كمان بخليها تتخمر شوية كل ما عطيتوا للعقينة ترتاح كل ما عطتكم يعني قوام حلوة للعقينة يعني بعد كل شغل ما تشتغلوا في العقينة خلوها ترتاح شوية ما تتخلوهاش تتخمر كثير لانه اذا تتخمرت زيادة عن اللزوم العقينة تطلع مش حلوة فايشة وطعمة خميرة وغير كده مرة تطلع قاسية كمان انتم عارفين لما تتخمر زيادة عن الوقت حقيه فانتم بس خلوه بس تتضاعف يعني حقها 15 دقيقة كده تضاعف حق ما خلاص اني هنا عندي هادي جهاز المعمول فاني استخدمونه المعقنات استخدمونه لكل حاجة فرشيت عليه من الزيت اول صخنته ورشيت عليه كده زيت مسحه وبدأت احط العقينة اللي بعد ما خمرته شوفو خلاته ترتاح بعد ما خمرته 15 دقيقة بابدأ اضيفه بالجهاز وكده نكون سريعين لما نضيفه عشان على يعني بسرعة نقفل عليها طبعا اني الكرات خلاته كبيرة هو مفروض اناقصه شوية عشان ما تطلع ليش من القوانب فاني دلمرة خلاته كبيرة دايما اني عمله تطلع مزبوطة اذا انتم تابعوني من اول بطلاقوا اني نزلته بس اخدت مني امكان اقل من خمس دقائق وتحمرت وماشاء الله جدا حلوة شوفو كيف حلوة جدا تقدروا تحشوها باي حشوات اذا فكرتوا في يوم تقتنوا هذا الجهاز ايوا تقتنوا في هذا الجهاز فيها اكتر من قطعة فيه قطعة الجوازية فيه قطعة الدوناتس والشوايا العادية وفيه كمان هذا حق المعمول اظن معه اربع قطعة او خمس قطعة وفيه كمان حق الوافل يعني فيه اكتر من شكل تمام اذا قررتوا انكم تشتروا ايوا اشتروا لانكم بتستخدموا باشياء كتيرة وبسرعة يسوي المعمول يسوي المعقنات بسرعة يستوي خلاص انا حطيته شوفوه بعلبة وتقدروا تفرزنوا يعني برمضان بإذن الله تقدروا تفرزنوا عادة انا اعمل كمية وافرزنه بالفريزر ما شاء الله يقلس معايا يعني فترة كتير واقدر اقدمها حلو واقدر اقدمها مالح يعني احد اقا عندي فقاء في رمضان وده يكون عندي فيه اشياء مفرزنة اقدر اقدمهم يعني لهم قلتلكم عادة تفرزن زي ما تحبوا يحطوها في علبة او في اكياس ويحطوه بالفريزر ووقت ما تحبوه اما انكم تطلعوها من بدريد فق او انكم تحطوها بالميكرويف تسخن وهنا تقدروا تقدموها حلو انكم تحطو عليها عسل تحطو عليها شيرة المربل سيرب يعني تقدروا مربع اللي انتم حابين وانتم كمان تقدروا تحشوها اللي انتم حابين يعني بس هذي القبنة العادية تقدروا يعني تقدموها حلو تقدروا تقدموها مالح هذي من اسرع واسهل الوصفات اللي ممكن تقربوها يعني اني اسميها الوصفة الموقدة لاني يعني اقدر اقدركم اقدمها بأي شكل وفرزنة عادي ولازم تقربوا هذه الوصفة ان شاء الله تعقبكم وتقربوها طريقة مصطرحة كده شوفوا بس كيف قوامه يعني الفيديو يتكلم اني ما فيش داعي اني اتكلم وهنا اللي مع العسل ما شاء الله لديدة واني احبها كثير مع العسل لديدة مع عسل وقلص كده شاهي ملبن تخيلوا كده ترقعوا من صلاة التراويح تعملوا كده الشاهي الحليب تاكلوها يا السلام وهنا رحت محل ابو خمسة اظن اخر الى سعار شوفوا لقية هذه المعالق بصوركم مرة سألتوني على المعالقة العقن اللي عقن فيها هذه موجودة بمحلات ابو خمسة هذا محل اخر الاسعار في الرياض شوفوا لقية النفس اللي اعقن فيها وكمان شوفوا قطاعات هذه الاشياء اللي نحتاجة دايما في الرمضان في السنبوسة اظن انه اكثر اشياء نحتاجة واكثر اشياء تتكسر معانا وهنا هدي التبع العقين كمان كتير حلوة عندهم اشكال حق المعقنات يعني تقدروا تشكلوا وتزينوا مع القناة زي ما تحبوا انا اخدت لي واحدة طبعا وهنا الجقات الصغيرة اللي دايما تسألوني على الجقات الصغيرة اللي قدما بالكشري صوصات الكشري احقام واشكال عندهم حلوة كمان تحطوا فيها حليب الشاي اذا تبقى معاكم وكمان عندهم زياتة بلاستيك جدا حلوة اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم